السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء الصف الرابع حياكم الله بمتابعة دروس التربية المهنية وصلنا بحمد الله إلى الوحدة الرابعة والتي تتحدث عن التعاون في بداية الأمر الدرس الأول ما تعريف أو المقصود بالتعاون هو سلوك إنساني نبيل يتمثل في قيام مجموعة من الأفراد بالعمل معا حتى ينجزوا عمل ما يعينهم على تحقيق أهداف مشتركة بينهم يعني سلوك في النهاية سيصلوا إلى هدف وهذا الهدف سيكون مشترك فيجب عليهم أن ينجزوا المهمة بمشاركة جماعية يعني إذا لم يتشاركوا على هذا الأمر لن ينجزوا المهمة أذكر صور أو مظاهر التعاون داخل المجتمع الأردني التعاون داخل الأسرة التعاون داخل المدرسة والتعاون داخل المجتمع الجمعيات الخيرية نبدأ بالتعاون داخل الأسرة من خلال طاعة الوالدين وقضاء الحاجات المنزلية عنهما طيب داخل المدرسة حل الواجبات والعلاقة الحسنة مع الزملاء التعاون داخل المجتمع مشاركة الناس أفراحهم وأحزانهم والمساعدة في نظافة المرافق العامة إبعاد الأذى عن الطريق الجمعيات الخيرية يكون من خلال الحكومية والخاصة من خلال إنجاز مهمة مطلوبة منهم بعمل مشترك من أجل تحقيق الهدف هنا إن شاء الله أنا بكون خلاصة الجزء الأول من الدرس دمتم بحفظ الله نتابع إن شاء الله بحصة أخرى وفيديو آخر بما يخص التعاون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته